جوائز الاتحاد الافريقي هتشوف حاجة تفتخر فعلاً بكل ما هو أهلي تيجي نشوف جوائز الاتحاد الافريقي كل الجوائز النادي الأهلي عامل مشترك فيها طيب يعني أفضل نادي هتلاقي النادي الأهلي متصدر المشهد النادي الأهلي هو الأبرز للفوز بالجائزة دي طيب نروح لأحسن حارس لأحسن حارس مارمو هتلاقي محمد الشناوي بينافس بقوة نروح لأحسن لاعب داخل أفريقيا داخل أفريقيا هتلاقي ست لعبين من النادي الأهلي ست لعبة من النادي الأهلي كهربا والشناوي ومنعم محمد عبد المنعم وحسن الشحات وبرسي تاو وعلي معلول ستة من لعبة النادي الأهلي يعني الأهلي قاسم مشترك فيه كل الجوائز حتى ميستر كولر فأحسن مدرب هو بنتمي للنادي الأهلي للوقت ومدير فن النادي الأهلي بينافس برضو على جائزة أحسن مدرب يمكن بينافسه عليها بشدة وليد الرجراجي اللي هو مدرب المنتخب المغربي وأحسن لاعب أفريقيا قلنا محمد صلاح وبينفسه محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا يعني بتتكلم على إن النادي الأهلي طرف أساسي في جميع الجوائز حتى ميستر كولر بقول لحضراتكم اللي هو مسك النادي الأهلي من سنة سنة أو حاجة بسيطة ومجرد ما مسك النادي الأهلي من سنة وحقق بطولات دخل في الأضواء هو كمان ما احترامنا كبير للميستر كولر بس أنا بكلمك على النادي الأهلي ققيمة النادي الأهلي المتواجد في كل المحافر النادي الأهلي الكبير وأنا نفسي اللعيبة تسق شوية في نفسها وتصدق نفسها إنها قادرة لأنها قدرت أبلي كده قدرت أبلي كده وعدت الصعاب بفضل ربنا وبفضل الجماهير العظيمة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله نهاردة لعبتنا بتوفيق ربنا قادرين إن هم يتخطوا عقب السنداونز ولينا كلام كتير إن شاء الله يا رب نفسي أقول الكلام ده بس إن شاء الله نوفى الأول في المباراة وبعد المباراة لنا كلام كبير قوي 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 هنروح للفاصل وبعد الفاصل هنستقبل زميلنا النقد الرياضي محمد الديك عشان نتعرف على تفاصيل العنوين للصحافة الرياضية لمباراة اليوم أرجوكم انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة